تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن أطيب التهاني والتبركات إلى سموه بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحمل اسم ضوء واحد وأكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز العلمي التاريخي المشرف مفخر للجميع ويعكس ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد من اهتمام بالناشئة والشباب الذين غرس فيهم حب العلم وشغف الريادة والابتكار والإبداع منذ الصغر حتى تحقق حلمهم بمعانقة مملكة البحرين للفضاء ورفع اسمها وعالمها عاليا خارج حدود الأرض سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن تواصل مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تحقيق الإنجاز تل والإنجاز لما فيه خير وصالح الوطن وأبنائه